إلى تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا حيث أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جومسون في اتصال هاتفي أن التمركز العسكري المكثف لقوات دول الناتو في الأراضي الأوكرانية يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا وقال الكريملين في بيان أن بوتين أكد أن موسكو تريد إجراء محادثات فورية مع الغرب لكبح أي توسع محتمل لحلف شمال الأطلسي شرقا ونشر أسلحة تهدد أمن روسيا في بلدان مجاورة وينها أوكرانيا بشكل أساسي من جهته أعرب جونسون عن قلقه من تحركات القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا في غضون ذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية وكذلك على شركات مرتبطة بها بسبب مواصفها بأعمال مزعزعة للاستقرار نفذت في أوكرانيا وفي دول إفريقية وتضمنت العقوبات حضرة تأشيرات للأشخاص المشمودين وتجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي إذا وجدت وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد عقدوا اجتماعات في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث فرض مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا بالتنصيق مع الوريات المتحدة وبريطانيا وينضم إلينا من موسكو مراسل العربي محمد حسن محمد مرحبا بك ما التفاصيل المتوفرة لديك حول هذه الأخبار نعم في الواقع التفاصيل هي أو المجهول هو أقل من المعلوم في هذه الآوينة لأنه بالتوازي مع هذا التوتر والتبادلات بالاتهامات بين روسيا والغرب سواء مع الولايات المتحدة أو أوروبا والإنذارات والتحذيرات هناك حراك دبلوماسي اليوم نحن قد تصل إلى هنا مساعدة وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين قادمة من كيف العاصمة الأوكرانية وطبعا لم يكشف عن أجندة هذا اللقاء ولكن حسب الكثير من المتابعين والمراقبين الملف الأوكراني والتوتر بين روسيا والولايات المتحدة على الساحة الأوكرانية والضمانات التي طالبت بها روسيا واخترحتها وتحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اتصاله المرئي مع نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي حينها قال أن روسيا ستقدم تصورها عن الضمانات الأمنية بين الطرفين في محاولة لإعادة الثقة والتخفيف من هذا التوتر الحاصل عند الحدود الغربية لروسيا هذه الزيارة إضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى بالأمس بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء البريطاني بوليس جونسون حيث أيضا اقترحت روسيا للجلوس على طاولة المفاوضات والحديث عن ضمانات أمنية لتخفيف هذا التوتر ولكن إذا نظرنا إلى البيانات الصادرة من رئاسة الوزراء البريطانية فنرى أن لغة البيان مختلفة بعض الشيء وفيها أكثر تحذير لروسيا من نيتها من أي خطوة تجاه غزو أوكرانيا فيما يخص غزو أوكرانيا نائب وزير الخارجية الروسي سرغير يبكوف بالأمس تحدث أن كل هذه الحديث عن الاجتياح المزعوم لأوكرانيا لا أساس له أبدا ولا يحق للولايات المتحدة بالتدخل بكيف تحرك روسيا جيوشها داخل روسيا هذا حسب كلام نائب وزير الخارجية الروسي لذلك نرى توتر وتبادل الاتهامات وتحذيرات من كل الطرفين هذا ميدانيا وظاهرا ولكن ما هو ليس ظاهرا بهذه الدرجة هو هذا التحرك الدبلوماسي حيث نرى اتصالات بين بوتين وبعض القادة الأوروبيين هناك حديث بالمناسبة عن اتصال أو ربما لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون نذكر بأن الرئيس الفرنسي والرئيس الروسي هما أعضاء في مجموعة مينسك في اتفاقات مينسك التي أيضا تحكم موضوع أزمة الدنباس في شرق أوكرانيا كل هذه الاتصالات لا بد من أن تفضي لشيء وحسب المراقبين هنا هذه الاتصالات أو الوضع الآن هو أفضل مما كان عليه قبل أسبوعين عندما كان الموضوع يقتصر على التحذير والاتهام دون أي اتصال دبلوماسي اليوم هناك اتصالات دبلوماسية وإن لم يكن يصدر عنها أي مؤتمرات صحفية ولكنها موجودة في الواقع وإن كانت هناك اتصالات لا بد من أن تفضي لشيء أشكرك مراسل العربي محمد حسن كنت معنا من موسكو